اهلا بكم مشاهدين الكرام في الملف الثاني من هذا المساء يستمر صراع القوى الاقليمية في شرق المتوسط اذ اعلنت مصر انها لن تدخل في اي مفاوضات مع تركيا الا بدخول اليونان وقبرص في تلك المفاوضات مشيرة الى انها لم تتفاوض مع تركيا بشأن ترسيم حدود البحرية في شرق المتوسط من جانبها قالت اليونان وعلى لسان وزير خارجيتها نيكوس داندياس انها لن تحاقق اي نتائج ايجابية في محادثاتها مع تركيا الا باحترام الاخير للقانون الدولي مشددة على ان العقوبات الاوروبية ضد تركيا ستظل مطروحة كوسيلة لردع لتركيا تأتي هذه التصريحات كرد على ابداء تركيا استعدادها دخول مفاوضات مع مصر على ترسيم الحدود في شرق البحر المتوسط وترحيب انقرة بما وصفته احترام مصر للجرف القاري لتركيا من خلال عروض التنقيب التي قدمتها القاهرة واعتبرته انقرة خطوة ايجابية من قبل مصر هذا ويبدأ دخول المفاق التأسيسي لمنتدى غاز شرق المتوسط حيز التطبيق اذ اضيفت فرنسا الى الدول الاعضاء في المنتدى اذا هل تبقي مسر على رفضها التفاوضة مع تركيا حفاظا على تحالفها الشرق المتوسطي ام انه بالفعل لا مساحة لمثل هذه المفاوضات هل دخول فرنسا كعضو كامل في منتدى غاز شرق المتوسط سيغير المعادلة كل هذا واكثر سنطرحه على ضيوفنا الكرام ولكن بعد هذا التقرير تركيا تبدى استعدادها لتوقيع اتفاقية مع مصر حول مناطق الصلاحية البحرية بينهما في شرق المتوسط تصريح ادل به وزير الخارجية التركي مولود شويش اوغلو مشيرا الى ان بلاده طلقت بايجابية نشأة مصر في التنقيب ضمن حدودها البحرية في البحر المتوسط ومراعاتها الحدود البحرية التركية مراعات ترجمتها الصحف اليونانية على انها محاولة مصرية لابقاء باب للحوار مع انقرة وعلى الرغم من عدم وجود رد مصري صريح على تركيا الان وزير الخارجية المصري سامح شكري شن هجوما كاسحا على تركيا واصفا نشاطاتها في ليبيا بالهدامة التقارب التركي المصري يأتي بشكل اساسي على حساب التكتل المناوئ لتركيا في شرق المتوسط تكتل تعتبر اليونان عموده الفقري ولا بد ان يكون اي اتفاق بين تركيا ومصر على غرار الاتفاق الليبي التركي تعزيزا لموقف انقرة وضعفا لموقف التكتل وعلى ما يبدو فان تركيا تقصد من وراء تصريحاتها عزل مصر عن التكتل واثارة الخلافات داخله لاضعافه لكن يبقى شرق المتوسط وليبيا قضايا خلافية ليست وحيدة بين القاهرة وانقرة اضافة الى ملف جماعة الاخوان المسلمين المدعومة تركيا والارهابية بنظر مصر تطورات تأتي تزامنا مع الدور الفرنسي الدائم لليونان والمتنامي في شرق المتوسط دور استقبلته تركيا بمغازلة فرنسا بعد اتصال هاتفي بين اردوغان وماكرون وزير الخارجية الفرنسي جينيف لودريان قال ان تركيا توقفت عن اهانة فرنسا والاتحاد الاوروبية وقدمت بعض التطمينات مؤكدا ان العلاقات ستظل هشة حتى تقوم انقرة بعمل ملموس على الارض في فترة ترامب تورطت تركيا بسجالات سياسية ودبلوماسية مع اكثر من بلد كالسعودية ومصر ودول كثيرة داخل الاتحاد الاوروبي وحتى الناتو لكنها في فترة بايدن غيرت مسارها بحسب مراقبين ولمنقشة هذا الملف ينضم الينا من العاصمة اليونانية اثناء الدكتور عارف عبيد استاذ العلوم السياسية في جامعة البانديو اهلا بك دكتور عارف معنا اليوم ونرحب ايضا بسيد باكير اتجان محلل سياسي ينضم الينا من اسطنبول اهلا بك سيد باكير ونرحب ايضا من ييورك بالسيد ماك شرقاوي المحلل السياسي اهلا بك سيد ماك وابدأ النقاش معك سيد ماك اذا لماذا عمليا ترفض القاهرة اليد التركية الممدودة اذا ما جاز التعبير لتفاوض حول ترسيم الحدود وحول كل قضايا شرق المتوسط خاصة وانا انقر اعتبرت عروض التنقيب المصرية خطوة بالاتجاه الصحيح اهلا بك واهلا بديوفك الكرام ومشاهدينك اعتقد ان موضوع الحدود البحرية تم حسم 1982 من صدور قانون البحار واتفاقية التي ظهرت صدرت من الامم المتحدة ووقع عليها 167 دولة لم توقع عليها تركيا وتركيا تتمسك بالنظرية القديمة للحدود البحرية وهي الجرف القرية التي تجاوزها المجتمع الدولي ومصر رسامت حدودها البحرية مع فلسطين المحتلة والكهان الاسرائيلي وايضا قبرص وايضا اليونان فالحدود البحرية الموجودة الآن هي التي تم الاتفاق عليها بمجمع اتفاقيات دولية تدبع الى قانون البحار صدق 1982 والذي يحكم الآن ما هي الحدود البحرية والذي يقول ان من حق الدولة 12 ميل بحري من خط اليابسة ويحسب من الالتقاء اليابسة بالماء 12 ميل بحري حدود مياه اقليمية خالصة للدولة وايضا 200 ميل من نفس نقطة اليابسة حدود اقتصادية خالصة للدولة اذا كانت المسافة بين الدولة والدولة المتشاطئة اقل من ضعف 200 ميل يعني 400 ميل تم اقتصام المسافة فاذا كانت هناك يعني ايضا في وفق الادير التطاقية يحسب الى الجزر ما للدول التابعة لها من حدود اقليمية وحدود اقتصادية خالصة اذا جزيرة كريتا اليونانية ما هي جزيرة ضخمة جدا مساعة اكثر من 450 كيلو طولها اكثر من 450 كيلو لها حدود ومياه اقليمية ولها مياه اقتصادية خالصة يعني تفاصيل كثيرة بالفعل سيد ماك ولكن انت قلت بان تركيا والتي تستخدم التعريف بالحدود المائية بحسب الجرف القاري عمليا مصر قد احترمت هذه الحسابات والجرف القاري وبما رحبت فيه انقرة كيف تقرأ هذا من قبل مصر؟ مصر عندما طرحت الـ 24 مناصة لشركات الغاز للتنقيب ومنها بعض المواقع داخل الشرق المتوسط دخلت في مياه الاقليمية المصرية هي لم تتعدى الحدود بين مصر وبين تركيا هناك بالتأكيد حدود بحرية بين مصر وبين تركيا ولكن تركيا لا تريد ان ترسمها بناء على الحدود اليونانية والقبرصية تركيا تريد ان تلغي حقوق قبرص تماما وتلغي حقوق جزيرة كريت اليونانية وان ترسم الحدود بينها وبين مصر وبتدعي كذبا ان ده هيضيف الى مصر 45 ألف كيلو متر من المياه تضيف الى الغاز المصري وهذا بالتأكيد مغير متفق تماما مع الاتفاقات الدولية التي وقعت عليها مصر مع قبرص ومع اليونان ومع فلسطين المحتلة ومع الكهان الإسرائيلي في المنطقة عندما يكون هناك قانون دولي لابد ان يحترموا الجميع ولا هتبقى غابة نعم طيب تفضل معنا بالبقاء سيد ماك شرقاوي استاذ وسيد بكير ألم تتأخر عمليا تركيا بتبني موقف عقلاني يعني فعلا ما يبدو قد فاتها القطار قطار منتدى شرق المتوسط والذي تحول إلى كيان فاعل ورسمي في المنطقة مساء الخير تحياتي لكم جميعا أظن أولا يجب أن نعرف جيدا في ظل التطورات الأخيرة في العالم وخاصة مع كورونا التي أصابت ليس فقط أشعوب وإنما أصابت قسم كبير من الإعلام وقسم كبير من الإعلاميين الذين ما زالوا فعلا كورونا لماذا أقول كورونا؟ لأن ما يصفونه بهذا الشكل بعيد تماما عن المنطق والقانون تركيا إذا أخذنا بين الاعتبار طرحت على مصر إذا كانت تريد فنحن على استعداد لاتفاق حدود بحرية وليست اتفاقيات أخرى هذه الاتفاق البحري هي واضحة جدا يعني 1982 ليس كما يبدع هناك تركيا لم توافق نعم على هذه الاتفاقية ولكن إسرائيل لم توافق الولايات المتحدة لم توافق لم توقع لها إلى الآن هذه الثلاث دول ولكن مصر كما يدعى للأسف الشديد بأنها هي ملتزمة في هذه القوانين وقعت مع إسرائيل اتفاقية والتي لن توقع هذه الاتفاقية البحرية لن توافق عليها إلى الآن التي تدعى من عام 1982 هذه الاتفاقية كما هي تركيا كما هي الولايات المتحدة كما هي فنزويل إلى أربع دول لن توقع على هذه الاتفاقية نعم ولكن هنا تحريف بأن مصر وقعت مع المنتدى تركيا تقول وما زالت تقول نحن إلى جانب الحوار وإلى جانب اتفاقية تشمل دول المنطقة وليس تركيا ومصر لوحدها أو تركيا وإسرائيل أو تركيا وليبيا ولكن على شرط أن تكون عادلة وبحضور الأطراف جميعا المعنية في شرق المتوسط ولكن للأسف كما أشارتم قبل قليل فرنسا لم تدخل الاتصال التي جاءت من تركيا لفرنسا للرئيس ميكرون واضح جدا ماذا قال له وماذا قيل له بالمقابل قال علاقتنا نحن مع فرنسا قبل 500 سنة ماذا قدم السلطان العثماني سليمان لفرنسوا الأول وهذه تسكير بفرنسا بأنها إذا بقيت في عدائها للدولة التركية فهي تكون خاسرة كما لابت إذن هذه رسالة عمليا من أنقر إلى باريس تفضل معنا بالبقاء سيدي بكير نعم نعم أتطرحت نقطة مهمة عمليا وهي استعداد تركيا لدخول مفاوضات مع مصر بهذا أنتقل إلى دكتور عارف من أثنى دكتور عارف إذن بسبب هذا الانفتاح من قبل تركيا هل هناك قلق يوناني من أن تتجاوب القاهرة مع مساعي تركيا للتفاوض معها مساء الخير لكم من العاصمة اليونانية أثينا وأحيي جملاي فيما يخص الموقف اليوناني الموقف اليوناني مختلف تماما عن باقي الدول وأشكر الأستاذ مالك شرقاوي لأنه أكد الآن ضمن هذا البرنامج بأن المصر تعترف بحدود بأن لديها حدود إقليمية بحرية مع تركيا بينما وجهة النظر اليونانية تختلف تماما واليونان تقول بأن حدودها البحرية تتصل بقبرص بسبب جزيرة كاستيلوريزو أي ميس باللغة التركية إذن هناك تباين كبير في وجهات النظر بين دول البحر الأبيض المتوسط وبالتأكيد أنا رأيت الآن يعني خلال يومين تهجمات من بعض الصحف اليونانية على مصر لأنها حاولت لأنها من خلال الإشاعات يعني بدون التأكد أصلا من هذه الإشاعات لأنها حاولت فتح باب الحوار مع تركيا لترسيم الحدود الأمر الذي تعتبره بشكل عام اليونان يعني الشعب اليوناني والحكومة أو الدولة اليونانية عامة حقوق تخص تخص إلى اليونان حسب القانون الدولي لأن كل الجزر اليونانية حسب وجهة النظر اليونانية يحق لها منطقة اقتصادية خالصة ويحق لها مياه إقليمية بالتأكيد مصر تعترف بالحقوق التركية ضمنيا يعني وتعترف بأنها لديها حدود بحرية مع تركيا ولكن الآن الدبلوماسية المصرية التي تعتبر رقم واحد في العالم العربي تحاول أن تحصل على تنازلات من تركيا في ملفات أخرى فيما يخص الملف الليبي الملف السوري ملف حركة الإخوان المسلمين وغير ذلك لتبدأ الحوار مع تركيا وتنتهي باتفاقية توصل الشواطة المصرية بالشواطة التركية وتنهي النزاع لأن مصر هي مفتاح الحل في منطقة الشرق البحر الأبيض المتوسط والانتفاقية اليونانية المصرية هي مفتاح الحل عامة لجميع الدول لأن اليونان قدمت تنازلات ومصر قابلت بهذه التنازلات ترجمة نانسي قنقر